وهناك سر مالك صراحة الغرابة اللي فيه والركوز وبعدين فيه يعني نغمات تعززها تبين شخصيتها فيه نغمة عندنا نسميها الحساس الحساس اللي هو بعد النغمة السابعة بنص يعني بين الأكتاف بين النغمة العالية الثامنة وبين السابعة اللي قبلها النص هذا يسمونا الحساس سابعة ونص نعم السابعة يسمونا الظهير يبين شخصية المقام إذا بديت أنت من الركوز فهذا المقام يعني لما تسمعه أنا صراحة يعني يعني خلنا نقول مثال عليه نعم مثلا هذا الحساس هذا الظهير هذا الظهير نعم 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 عين